السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من قناة هنذكر ونفهم قبل ما نبدأ الفيديو وتنزوش تتأكدوا انكم اشتركتوا في القناة وفعلتوا زر الجرس ودوسوا لايك للفيديو يلا بينا نبدأ يونت 3 انيرجي اند فيول المرة اللي فاتت يا ولاد خلصنا كوليجان كونسبت 4 في يونت 2 النهاردة بقى هناخد اول كونسبت في يونت 3 وهو انيرجي اند فيول قبل ما نبدأ يا ولاد درس النهاردة تعالوا سريعا نراجع الهومورك بتاع المرة اللي فاتت نمبر 1 وعايز حيز ملتنا رماس عطية على حلها يلا بينا يا ولاد نبدأ لسن 1 في يونت 3 اول حاجة يا ولاد لازم نعرف ان احنا عندنا different forms of fuel زي ايه يا ولاد زي الكول زي الفحم الفحم يا ولاد اقدر اقول عليه form of fuel نوع من انواع الفيول يا ولاد يعني نوع من انواع الوقود كان زمان يا ولاد القطر بيمشي بالفحم بس بيبقى عندهم كده حاجة بيحطوا فيها الفحم ويبتدوا يحرقوا الفحم وكنا بالله القطر من قدام كده بيبتدوا يطلع منه ضخان ده بسبب يا ولاد حرق الفحم فحرق الفحم ده يا ولاد هو اللي كان بيمشي القطر وأنواع طبعا من الصفن كمان يبقى أول نوع من أنواع الفيول عندنا هو الكول أو الفحم طيب نمبر تود أقدر أقول كمان يا ولاد على الود أو بيرنينج أو فود أقدر أقول عليه نوع من أنواع الفيول أو الوكود كانوا زمان يا ولاد ولحد دلوقتي ممكن في الصحر أو كده يبتدوا أن هم يحرقوا الخشب ويسخنوا عليه مثلا بوتوفوتر حلة فيها أي حاجة أو يعملوا عليه أكل أو كده فطبعا بيستخدموا برضو آزافيول وعندي كمان طبعا جازولين طبعا الجازولين في يول وعارفيني الكلام ده من زمان أن حرق البنزين يا ولاد أول ما بندور العربية بيحصل بيرنينج أو في جازولين والعربية طبعا بتتحرك فطبعا ده وكود وآخر حاجة ناترال جاز ناترال جاز يا ولاد أو الغاز الطبيعي طبعا هو اللي بيشغل حاجات كتير عندي ويشغل السخان اللي عندي يشغل بوتجاز فطبعا أقدر أقول عليه فيول أو وكود طيب ناتج من حرق الوقود يا ولاد بنستخدم الكلام ده في ايه إن كوكينج في الطبخ وورمينج في الدفيات وموفينج كارز تمام تعالوا بقى نبدأ أول حاجة في لسون وان وهي يعني ايه يا ولاد يعني يا ولاد ايه الانيرجي اللي أنا بستخدمها علشان أشغل لعبة شغالة بالرموت كنترول يعني يكون عندي مثلا عربية كارز تراك أو شاحنة صغيرة أو بلين أو بوت كل الحاجات دي يا ولاد طبعا تويز كل دي ألعاب بستخدمها ازاي طبعا يا ولاد أنا بحركها يعني ايه يعني بستخدمها بالرموت كنترول بيبقى عندي عربية لعبة أنا مثلا أو أخي الصغير بلاقي إنه ماسك الرموت ويبتجي يحرك في اللعبة دي فتعالوا نتكلم عن الانيرجي الموجودة في اللعبة دي أو ازاي اللعبة دي بتشتغل طبعا يا ولاد اللعبة دي بتشتغل بواي باترز أول ما بابا بيجيب اللعبة بروح أنا حطة بسرعة فيها البطاريات عشان أبتدي أشغالها طيب لو تفتكروا يا ولاد من الترم الأول قلنا الباترز فيها برافو عليكم قلنا فيها كيميكال انيرجي كلام ده يا ولاد شرحناه بالتفصيل الترم الأول إن الباترز فيها ايه يا ولاد كيميكال انيرجي فيها طاقة كيميائية موجودة في الباترز لو تفتكروا كمان كنا قلنا عليها potential energy هي طاقة يا ولاد استورد أعدى متخزنة مستنية بس مجرد ما دوس قن على اللعبة تبتجي الطاقة دي تتحرك ولاية العربية تلعت تجري أو الرمود اللي في إيدي كمان اشتغل تمام يبقى chemical energy in batteries أول ما أنا بتجيش شغل اللعبة أو أشغل الرمود is converted to ايه بقى يا ولاد is converted to electrical energy يبقى chemical energy اللي موجودة في الباترز أول ما أنا شغلت اللعبة تحولت electrical energy تحولت لطاقة كهربية عشان تبتجي يا ولاد بقى تنقل الطاقة لكل الأسلاك اللي موجودة في العربية اللعبة واللي كمان موجودة في الرمود تمام طيب وبعدين يا ولاد which is converted into kinetic or sound energy طبعا يا ولاد العربية بتتحرك قلنا قدام أي حاجة بتتحرك يا ولاد بقول عليها إيه بقول عليها عندها kinetic energy يبقى electrical energy is converted into kinetic energy تحولت يا ولاد لطاقة حركية أو kinetic energy وكمان يا ولاد في ألعاب ساعات بتكون بتعمل صوت فبقول كمان إن electrical energy changed into sound energy لو اللعبة دي بتطلع صوت أو بتعمل موسيقى ويبتشتغل يبقى أول حاجة يا ولاد اللعبة اشتغلت بإيه by batteries يبقى chemical energy is converted to electrical energy and electrical energy is converted to kinetic or sound energy تمام يا ولاد؟ طيب when the batteries run out؟ لو البطارية خلصت بقى يا ولاد هنعمل إيه؟ number one they can be recharged by connecting the device to an orbit charger ساعات يا ولاد بيبقى مع العربية دي أو مع أي لعبة شاحن وبحط العربية أو اللعبة دي في الشاحن وبوصلها طبعا بالكهرباء فخلص أنا كده بشحنها يبقى rechargeت بعيد شحنها إن أنا بوصلها بشاحن by charger يعني بوصلها بالشاحن لإما يا ولاد لو دي بتشتغل بالبطارية بس يبقى replacing the old batteries with new ones خلص منرمي بقى البطارية الأديمة ونشتري بطارية جديدة تمام يا ولاد؟ ده كده أول حاجة معنا number two بقى يا ولاد Mars rover يعني إيه Mars rover Mars rover ده يا ولاد عبارة عن روبوت يعني عبارة عن إنسان آلي طب أنا كنت بستخدمه في إيه Mars rover ده يا ولاد إحنا بنطلقه في كوكب Mars بنطلعه على كوكب Mars أو كوكب المريخ ويبتجي يستكشف الكوكب ده تمام؟ طيب طبعا هو يا ولاد مش يقدر يشتغل لوحده هو فيه كهرباء وفيه باتري فمحتاجة أنها محتاجة أنيرجي يا ولاد عشان يشتغل ويقدر يتحرك حوالين كوكب Mars ويقدر بقى يوصل لي كاميرات معينة توصل للصورة هناك علشان أقدر استطلع أو استكشف كوكب Mars طيب المشكلة بقى يا ولاد في إيه؟ إن Mars is about 54 million kilometers from Earth هو بيبعد قد يا ولاد 54 million kilometers from Earth 54 million kilometers from Earth طبعا يا ولاد الرحلة يا ولاد بتاخد قد إيه؟ عشان نوصل من كوكب الأرض لكوكب Mars بتاخد 6 شهور 6 months فطبعا يا ولاد الموضوع ده صعب جدا إن أنا حط في Mars rover ده أو Mars rover Curiosity Curiosity يا ولاد معناها استطلع تمام؟ فهو اسمه Mars rover بس أو أقدر أقول عليه Mars rover Curiosity طبعا Mars لأنه بيستكشف كوكب Mars طبعا يا ولاد مستحيل مستحيل الرحلة بتاخد 6 months وأنا أحط في روبوت ده أو في Mars rover أحط فيه الباتر العادية اللي أنا بشغل بها اللعبة بتاعتي اللي بتخلص في يوم دي فمستحيل يبقى طبعا يا ولاد بعيدة جدا عن الأرض طيب يا ولاد يبقى إيه المفروض إن إحنا نعمله؟ What is the resources of energy؟ هنجيب إزاي إنيرجي نقدر نشغل بيها Mars rover علشان يقدر يسافر المسافة البعيدة دي ويقدر يشتغل كمان On Mars planet هيكون يا ولاد الحل بتاعنا هو Solar Panel إيه يا ولاد اللي إحنا شايفينه ده في الصورة؟ Solar Panel يعني إيه يا ميه Solar Panel؟ يعني يا ولاد لوحة شمسية حد فاكر اللوحة الشمسية دي أو Solar Panel دي شافها فين قبل كده؟ فأول درس معانا في الترم ده يا ولاد وهي Solar Vehicles فاكرين يا ولاد Solar Vehicles؟ العربيات يا ولاد اللي كانت بتمشي بالSolar Energy كانت على ظهر العربية كده من فوق أو على السقف بتاع العربية من فوق فيه Solar Panel فيه لوحة شمسية زي دي كده يا ولاد بتبقى عبارة عن خلايا بتعمل إيه يا ولاد؟ شايفين؟ نازل عليها Direct Sunlight نازل عليها إشعة الشمس يا ولاد فبتمتصه واتطلع Solar Energy بتطلع طاقة شمسية تقدر يا ولاد بقى تتحرك بها الطاقة الشمسية دي يبقى هو ده بالزبط اللي أنا هحطه على Mars Rover هحط على الروبوت ده يا ولاد لوحة شمسية زي دي Solar Panel تمام؟ وبعدين طبعا يا ولاد كل ما هيطلع هتبتدي Solar Panel دي تطلع Solar Energy وتقدر تشحن الباتريلي موجودة فيها نوع معين من الباتريس طبعا موجودة فيها بيتشحن بالSolar Energy يبقى Solar Panel كل شوية هتاخد Solar Energy وطبعا طاقة الشمس مش هتخلص فكل شوية هتاخد Solar Energy اللي هي يا ولاد الانيرجي أو الطاقة اللي جاية من الشمس اللي جاية من Sunlight فكل شوية هتاخد انيرجي من Sunlight وتشحن بيها الباتريس اللي بيتحرك بيها المارس روفر أو اللي بيتحرك بيها الروبوت ده تمام يا ولاد؟ يبقى What is the resource of energy Solar Panel and Batteries تمام يا ولاد؟ طيب يبقى التاني بقى نعيد الكلام ده يبقى It uses Solar Panels and Batters تستخدم لو حشان بتستخدم كمان معها باتريات الباتريس يا ولاد لو خلصتها تشحم بايه؟ They are recharged by Solar Energy The Solar Panels on the rover Convert Solar Energy into Electrical Energy Solar Panel بقى يا ولاد أول حاجة بتعملها Convert Solar Energy into Electrical Energy بتحول Solar Energy يا ولاد لElectrical Energy We choose to charge the rover's batteries يبقى أول حاجة يا ولاد Solar Energy دي بتتحول لإيه؟ بتتحول لElectrical Energy والElectrical Energy يا ولاد تشارج the rover's batteries بتشحن البطاريات عن طريق lElectrical Energy تمام؟ طيب Number two The electrical energy from the batteries powers is the vehicles sensors طبعا خلاص الباتريس دلوقتي بقى فيها Electrical Energy شحنتها فخلاص دلوقتي يا ولاد هنقدر نعمل نشحن lVC sensors نشحن يا ولاد الروبوت sensors عشان يقدر يتحرك براحته in Mars تمام؟ طيب دلوقتي يا ولاد الروبوت تتحرك وابتدى يعمل استكشاف لكوكب Mars يبقى إذا Electrical Energy is transformed into A قلنا قد مقى حاجة بتتحرك يا ولاد يبقى transformed into Bravo عليكم kinetic energy طيب وهو هو بيتحرك يا ولاد بيسخن بسبب أنه طبعا بيتحرك يبقى thermal energy قد مقى حاجة يا ولاد بتطلع هيت شرحنا برضو الكلام ده بالتفصيل الترم الأول قد مقى حاجة بتطلع هيت بتطلع حرارة يبقى هيكون عندها thermal energy as vehicle moves across Mars surf سيبقى هو بيتحرك هيبقى عنده kinetic and thermal energy يبقى solar panels and batteries solar energy changed into electrical energy وelectrical energy transformed into kinetic and thermal درجاعهم تانية يا ولاد solar energy is converted to electrical energy and is converted to kinetic energy or thermal energy تمام يا ولاد؟ طيب تعالوا نشوف بعض يا ولاد energy change أو energy transformation تعالوا نشوف يا ولاد بعض transformation of energy احنا قلنا ان energy transformed from one form to another أو change بتتحول من صورة للتانية زي ما لسه شايفين دلوقتي chemical تتحول electrical electrical and electrical convert to kinetic or thermal وهكذا طيب تعالوا بقى نشوف some examples عشان يثبت معنا ازاي يا ولاد بيحصل energy change أو energy transformation ده يا ولاد عبارة عن تطبيقات موجودة في حياتنا اول حاجة يا ولاد hair dryer طبعا كلنا عارفين hair dryer وخاصة البنات الاستشوار اللي احنا بنستخدمه تفتكروا يا ولاد ايه الانيرجي اللي انا بستخدمها عشان اشغل hair dryer ده مش انتو اول حاجة بتحطوه في الفيشة يبقى ايه energy consumed bravo عليكم energy consumed او الانيرجي اللي انا بستخدمها عشان اشغل hair dryer بتكون ايه يا ولاد electrical energy طب ليه يا ميس electrical لان يا ولاد قلنا ال hair dryer احنا بنحطوه في الفيشة فالانيرجي يا ولاد هتكون ايه electrical energy عشان خاطر يشتغل يبقى consumed energy او input energy يا ولاد دي الانيرجي اللي انا بشغل بها الحاجة دي تمام طيب هو بيطلع لي ايه بقى hair dryer what is the produced energy او output energy produced او output الحاجة اللي هو بيطلعه لي هو بيطلع لي ايه ولاد طبعا هو بيطلع لي حرارة عشان اعمل بيها شعري فبيطلع لي thermal energy ده غير كمان يا ميس النصوته عالي جدا يبقى كمان يا ولاد sound energy يبقى تاني consumed energy او input energy electrical energy طب produce the energy بقى او output اللي بتطلع thermal and sound energy تمام يا ولاد طيب number two what is this soap dispenser عارفين يا ولاد اللي احنا بتحطوا فيها الصابون وتفضلوا تضغطوا عليها من فوق وتنزلوا منها الصابون اسمها soap dispenser تمام طيب تفتكروا يا ولاد what is the energy consumed اللي كان متابع معايا من الترم الاول هيفتكر الحتة دي كويس جدا لو عايزين يا ولاد هيتراجعوا الجزء ده تاني عطلكوا الفيديو في الكومنز اكتبوا لي في الكومنتات وحطلكوا الجزء بتاعه طيب soap dispenser يا ولاد فيه هنا كده جواها صستة مين فاكر يا ولاد الصستة او ال spring كان فيها any type من ال energy ها مين فاكر bravo عليكم potential energy stored in the spring of the soap dispenser عارفين الصستة بتاعت القلم القلم اللي انتو بتقعدوا تقتكوا بيه من فوق ده بتفضلوا تدخلوا وتتخرجوا تاني بيبقى فيها برضو يا ولاد potential energy معناها ايه يا ولاد ان الصستة بتفضل واقفة عاملة stored energy وما خزنا طاقة جواها هو هو واقف كده بيبقى في ايه يا ولاد فيه هنا كده spring spring دي عاملة stored energy فيها potential energy ليه miss potential energy دي يا ولاد طاقة stored مستنية منا يقاجي حرقه علشان بتبتدي تتخرجلي energy يبقى potential energy موجودة in the spring of the soap dispenser موجودة في السوستة اللي موجودة هنا كده في الايه في السوب dispenser دي كده consume the energy او input energy طيب ايه الانرجي اللي هتخرجلي بقى يا ولاد ايه الانرجي اللي هتتحوللي produce the energy او output energy انا دلوقتي هضغط عليه يا ولاد هنزله لتحت تمام وبعدين ولو انا سبته هيبتجي يطلع لفوق لوحده تاني the movement of the soap up world اما يبتجي يطلع لفوق لوحده تاني معناها ان هو تحرك يبقى تحولت لايه يا ولاد proveوا عليكم kinetic energy يبقى اول وهو واقف كده يا ولاد قبل ما بحركه هيو بيكون potential energy بضغط عليه وبعد كده بيبتأ يطلع تاني لوحده فوق يبقى تحول لkynetic energy produced energy او output energy تمام يا ولاد اخر example معنا يا ولاد وهي طبعا كلنا عارفنا washing machine طبعا من جير كلام what is the consumed energy الطاقة اللي مستخدمة عشان اشغالها هتكون ايه يا ولاد bravo عليكم electrical energy طبعا بتشتغل بالكهرباء ما بتشتغلش باي حاجة تانية يبقى consumed or input energy electrical energy طيب what is the produced energy او output energy ايه الطاقة بقى يا ولاد اللي بتخرجها او اللي بتعملها بعد مبوصلها بالelectricity اولا هي بتتحرك بلايه الهدوم عمالات لف جواها ادام بتتحرك يا ولاد هتكون ايه rovo عليكم excellent kinetic energy وطبعا كلنا بنسمع صوتها نحن ساعات بنصح منهم عشان الغسالة شغالة يبقى ادام بنسمع صوتها يا ولاد يبقى بتطلع لي sound energy يبقى produced energy او output energy kinetic and sound energy when you rub your hands اما بتبتجي يا ولاد تحك ايديك في بعض او تدعك ايديك في بعض you will feel warm بتبتجي يا ولاد تحس ان انت دافي ليه يا ولاد اما بتعمل ايديك في بعض او بتدعك ايديك في بعض وقلناها كلام ده الفيديو اللي فات لما بتدعك ايديك في بعض بتحس ان ايديك دافيت او سخنت انت اما بتعمل ايديك الاتنين في بعض كده يا ولاد بيكون عندك ايه bravo عليكم kinetic energy اما بتحرك ايديك اللي اتنين في بعد بيكون عندك او بتعمل لها رابنج بتعمل لها احتكاك بيكون عندك كايناتك انيرجي هيا دي كونسيومد انيرجي طيب بتتحول ليه بقى قدم حسيت ان ايديك دفيت او حسيت ان ايديك سخنت اس كونفرتد انتو ثيرمال انيرجي بتتحول لثيرمال انيرجي او طاقة حرارية دي كده البرجوز انيرجي عشان كده في الشيطة يا ولاد تلاقينا عملين ندعك ايدينا علشان خاطر ايدينا تدفع يبقى كايناتك انيرجي كونسيومد انيرجي is كونفرتد انتو ثيرمال انيرجي تمام يا ولاد اتمنى تكونوا فهمتوا كده الجزء ده معايا متنسوش يا ولاد تحلوا الهومورك وتكتبوا لي اسميكو تحت في الكومنت عشان اقولها الفيديو اللي جاي ان شاء الله متنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ترمي سعيد ان شاء الله مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته